بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل في الشهادتين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه وأنه لا سعادة ولا صلاحة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اجتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم مراتب الدين ثلاثة أولا الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وله خمسة أركان ثانيا الإيمان وله ستة أركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثالثا الإحسان وله ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا